نتائج النهائية وأسماء المرشحين الفائزين على مضمار السباق والتنافس الانتخابي سجل العراق بصمة النجاح في إنجاز استحقاق دستوري لمجالس المحافظات بعد أن أوصدت أبوابها نحو عقد من الزمن وفي خريطة تفوق الأحزاب السياسية التي حصدت مقاعد لها بعد صدور النتائج الرسمية كان النصيب الأوفر للمحافظين والذين تربعوا على قائمة العشرة الأوائل حيث تصدر أسعد العيداني المركز الأول في البصرة وانصيف جاسم الخطابي في كربلاء ومهند نجم الجبوري في نينوة ومثنى علي مهدي في ديالة ونشأة شاهويز خرشيد في كاركوك ومحمد جميل المياحي في واسط ورعكان سعيد الجبوري في كاركوك وريبوار طاها مصطفى في كاركوك وعدي عواد كاظم في البصرة وذو الفقار ثامر الفياض في بغداد للأحزاب المتصدرة خريطة توزعت بشكل ملحوظ في العاصمة والمحافظات حيث تصدر اتلاف دولة القانون وتحالف نبني في العاصمة بغداد بحصول كل منهما على تسعة مقاعد تلاهما تقدم بثمانية مقاعد وقوى الدولة بخمسة مقاعد والسيادة بأربعة في الأنبار تصدر حزب تقدم بستة مقاعد ثم الأنبار هويتنا بثلاثة مقاعد في كاركوك فاز تحالف كاركوك قوتنا وإرادتنا بخمسة مقاعد تلاه التحالف العربي بثلاثة وجبهة تركمان العراق الموحد بمقعدين في البصرة أظهرت نتائج فوز تحالف تصميم باثني عشر مقاعدا أما ديالة فشهدت فوز تحالف ديالتنا الوطني بأربعة مقاعد وتقدم بثلاثة وفاز عن صلاح الدين حزب الجماهير الوطنية بخمسة مقاعد في نينوى فاز تحالف نينوى لأهلها بخمسة مقاعد وفي ميسان حصد تحالف نبني ستة مقاعد خريطة قلبت صورة المشهد الانتخابي في عموم المحافظات قالوا خبراء مراقبون إنها تعود لتغيير في مشهد التنافس السياسي سيما بعد عدم مشاركة أحزاب ومرشحين مستقلين إلا أنها عملية يترقب العراق الخطوة التي تليها لما يعود على المحافظات بإنتاج استثماري وخدمي واعد موسيقى